تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الفريق أول أركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين على تأسيس الحرس الوطني رفع فيها سمو إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى باسمه ونيابة عن جميع منتسبية الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبركات مقرونة بعظيم الامتنان والولاء لجلالته حفظه الله وأكد سمو في برقيته إن الحرس الوطني ازداد قوة وتطورا حتى أصبح صرحا أمنيا على قدر كبير من المجاهزية والكفاءة بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به من لدن جلالة الملك المفدى منذ مراحله التأسيسية تعزيزا لدوره الوطني المقدس في أن يكون عمقا عسكريا لقوة دفاع البحرين ودرعا أمنيا لقوات الأمن العام في حماية مكتسبات الوطن ومنجزاته والمحافظة على أمن المملكة وسلامة أراضيها ورخاء مواطنيها داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب الجلالة ويرعاه وأن يديمه ذخرا وعزا لوطننا الغالي وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني أعرب جلالته فيها عن شكره للسموه على تهانيه بهذه المناسبة معربا حافظه الله عن فخره للمستوى العالي الذي تبلغه وحدات الحرس الوطني عاما بعد عام برئاسة وتوجيهات سموه من تدريب وجهزية عالية واستعداد تام لتلبية الواجب بكل اقتدار متمنيا جلالته لجميع منسوبي الحرس الوطني من قادة وضباط وأفراد التوفيق لخدمة هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته الغالية اشتركوا في القناة